إذن البداية بمعلومات اليوم معلومات اليوم دكتور مرحبا مرحبا طريقة دي العمل دي الدولة من الدول العربية مملكة العربية السعودية واحد المقاربة أو طريقة المراقبة المقاربة أو طريقة مراقبة هدفها جويد الخدمة الصحية في المتشفية العمومية وسموها الزائر السري شي الزائر السري وأنه كيمشي واحد الموظفين للهدف دي هو التقييم دي الخدمات الصحية في المتشفية في المؤسسات الطيبية ولكن كيمشي كمرضى كطالبين للخدمة سري الزائر السري وهدف الزائر السري شغل على أيام يعني موحد الأشهر معينة من السنة وتدور يعني كيشوف الخدمات المقدمة في المجال دي المرافق الصحية المتشفية تموين الطبي مراكز الاتصال خدمة وصفتي عندهم خدمة أخرى سميتها طبية الإسكان طيب شرعي الهيئة الطبية المديريات المستوداعات طيب الأسنان إضافات إلى مراكز تخصصية وغيرها كلهم كيدروا عليهم أحد المدى معينة سنويا وتوصلوا يعني كيمشي ما معروفش كمريض وكيدخل عند دقل المصلحة اللي هو غديدي للتقييم ديالها وكياخدوا الهوية دياله يتعاملوا معه وكيشوفوا ما ما كده تقييم دياله وكيصحوا من بعد الخدمة كيف بغوا يوصلوا لها فهالطريقة هذي وصلوا بتجويد هذي الخدمة الصحية وتم ارتفاع مؤشر ديال جربة المستفيد بالمشاة الصحية بنسبة 74% بفضل هذا البرنامج ديال الزائر السري فمن يكون وزير الصحة كيتكلم على تجويد ديال الخدمات الصحية والمرافق العمومية اول حاجة يبدأ بها هي مقاربة مع هذي النوع هذا يمكن هو أسبق له دارها يمكن تسقط الخبار شي مرة كان هو مشارش مدينة في الجنوب ديال المغرب يمكن مشى المستشفى على الغفلة ونقف علان ما لا يرضيه وما لا يرضي أي مواطن مغربي اي ما كانش الذكيلة ديال لك تخني باش ما نقوش مجحيف حق الناس المشفى اللي تم تزيارة ديال مع الغفلة يمكن كانوا في المستوى ما ما اعقلش لكن بغيت نذكر ويمكن تدارها تزيارة على الغفلة فهذه تزيارة ممكن تكثار على الغفلة ويمكن تمشي اشخاص ما معروفين ويشوف الخدمة ويضروا التقارير ديالهم ودك ساعات ينزلوا بقرارات من الإدارة المركزية لما بغوش تشاور وقع ما تشاوروش مع المشفيات محليا لكن غيكون عاشوا تجريبة عاشوا المعاناة ديال المواطن فاذب أي موظف أي طبيب أي مريض عفوا أي مريض أي طالب الخدمة الطبية الصحية في البلاد ديالنا أنا متأكد بأن أول جدار كيلقى قدمه هو الأمن الخاص كأن الأمن الخاص هو الذي يقرر الموعد وهو الذي يقرر مات تدخل ومتى لا تدخل ومتى تنتظر ومن بمن ستلتقي ومن لن تلتقي بمن لن تلتقي وهي بالإضافة الفلوس اللي كتعطى في المدخل باش ندخل باش نصاب لك الموعيد باش نقرب لك الموعيد إلى آخره هني ندي ثلاثة ديال الرادويات هني يحسب لك واحد تخلص هي واحد والأخر تعطني الفلوس في جيبي مش في ثاني مش راق ما شخص تخلص هم راق تكرهم بالمبلغ كذا فإلا مشينا كنديرو وضفنا مثلا واحد ل عنا ثلاثين مستفى خمسين مستفى ستين مستفى وضفنا واحد المئة عشرين مئتين شخص دلنا مع واحد العقد المدة ديرو محدودة وقالنا لهم هالم مهم ديرو وقالنا لهم تكوين وقالنا لهم المصلحة ودو زاد المصلحة بغيتكم نشوف لي ربعا المصالح في مستشفى واحد مثلا وغادي يديروا لي واحد تقرير وغادي نجمع نا هذوك المعلومات كلها ونشوف كيفاش ننزل هذوك الهافوات كقرارات باش نجود الخدمة الطبية في المغرب لأنه وزير ما يقدرش يمشي للمستشفى كلهم وما يقدرش يصفت هذو المدير وزير وليكن كلهم ليش يصفت موضف ينقرين ما معروف نش فاهم كلهم يوضف ناس لهذا المهم هذي يمكن يكلف بها الشركة تقوم بهذا العمل شركة خارج من وزارة تصو موقع وزارة موضف من مؤسسة عمومة وزارة ميتين لا حياته فيهم ميتين خسرنا عليهم الفلوس ميتين مهتين ما كيتحركوش وانهر الولدنا المزوعة قدرنا فضيحة وخسرنا الفلوس وعطينا لهذا الشركة وعطينا لهدي ودارت واخدت فلوسها. وهذاك الموقع ما تيتحرك. اربعاد مليون فاصلة خمسة بشي هنصابوا الموقع ديل اه دي وزارة الصحة. مزيان. لكن غي يعطيني نتيجة. غي يعطيني شنو هنستفد. المواطن شنو غيستفد. ماذا الموقع. واش غيكون تفاعلي. واش غيكون شي كي تتذبرو تتخذ فيهم قرار يطلعو شي كي يت. واش غدا يكون الى طلبشي واحدة حاجة ما واش غدا تكون استيجابة. او على الاقل تكون ايجابة. لما كانش استيجابة واش يكون معلومات محيانة. واش 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 ولغي كانت قسلوا الفلوس حيث عن نسيبة. عن نسيبة الفلوس غي يخرج. اه ايدي اللي اصفقة عمومية. ايدي اللي الاضرفة ودي اللي المنافسة ودوز. يلا هذا فيس. هذا اقل من هذا. بالفدرهم. يعني اعطيه لهذا. صفي. كان مقترح هذا الدكتور معتوق. مقترح زيارة سرية الوقوف على بعض الاختلالات اللي كترفها المرافق العمومية. خاصة المستجفيات. اشتركوا في القناة